أبدأ سؤالي نحن أصلا لماذا نتحدث عن قراءة و كأنها شيء يعني يجب أن نعرفه العمر بسيط يعني نحن ننظر لها ببساطة لكن لماذا نتحدث عنها بهذا الحديث و هذا الزخم الكبير جدا سؤال جميل حقيقة هو في نفس الوقت يعني يحتاج إلى وقفة جزء من مشكلتنا أن فيه مفاهيم مضللة انتشرت فصانت القراءة كأنها هواية بينما القراءة يفترض أن تكون أصل عند كل إنسان و بالفعل في كثير من هواياتي القراءة قراءة الكتب و هذا من الخطأ و الاعتقدات المضللة التي جعلت الناس يبتعدون كثيرا عن القراءة لأنك عندما تضعها هواية تصبح مسألة اختيارية و ليست قيمة علية لأن الهوايات تختلف باختلافها من زلية الناس بينما القراءة في الحقيقة هي أصل حياة يعني الإنسان بدون قراءة جاهل ولذلك يا الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ نزول الوحي اقرأ نعم لخطورة هذه الكلمة و أثرها في حياة البشر اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان هذا الأمر الرباني بالقراءة دليل رئيس و أكيد على أن القراءة عملية ليست عملية اعتيادية بل هي حياة حياة و لذلك نقول أن جزء من لماذا نقرأ للإيمان لأن الإنسان الذي يقرأ سينظر في هذا الكون المفتوح الذي كل فيه كل شيء فيه يسبح لله سبحانه وتعالى كل شيء يقول في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى فكلما قرأ أكثر زاد إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحد والأحد و كان هذا سبب إيمان إضافة إلى أنها تفتح الأذهان وتفتق أذهان القارئ وتوجه عقله نحو زوايا قد تكون مظلمة عنده سابقا لم تضيئها المعرفة فلما يقرأ تضاب المعرفة فتكون عنده المعرفة العامة التي تضيء هذا الجانب وتكافح الجهل ضد المعرفة الذي يجعل الإنسان كما قلنا الناس أعداء ما جاهلوا فيصير واحد يعني غير مستجيب أيضا هل يمكن يتعلم الإنسان بدون قراءة؟ والله إذا أردت جوابي أنا أقول قد يتعلم نعم لكن التعلم البسيط تسمونا نعم التعلم قد يتعلم لكن لو نتكلم عن تعلم أصول أو تخصصي لا يجب أن يرجع القراءة لا يمكن يتعلم الطبيب من متابعة الطبيب فقط لا يمكن يتعلم التقني من متابعة تقني لا يمكن يتعلم الفلكي من متابعة فلكي لا يجب أن يقرأ في مجاله وتخصصه يمكن أن يكون في كلها شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ليشاهدة نشاهدة للمشاهدة